هو القوس الدائري اللي هو L وهاي المسافة ككل هي S هاي المسافة ككل هي S إذن الجزء هذا D وهذا إذا سميناه D إن بالحقيقة D راح يساوي S ناقص L على ثمية يعني نصف S ناقص L D كابتر هو نصف S ناقص L على اعتبار أنه S هي الأكبر و L هي الأقل هذا العارب هاي المركبة هذا خط الرؤية أو بالعكس هاي المركبة وهذا خط الرؤية المركبة هي A الآن نفس الشيء هذا راح يمثلني من الخط المار من نقطة O اللي هي مركز القوس الدائري إلى العارب هذا الأوبجيكت ويستمر إلى نقطة C إذا وصلنا هذا الوتر هذا أيضا راح نقرب إلى S على اثنين طيب هذا R هذا الخط هو بالحقيقة إلى هاي النقطة R لكن إحنا بما أنه اعتبرنا القوس مساوي للخط المستقيم إذن هذا أيضا نقدر نعتبر R هس هاي المسافة كلها هي S على اثنين وهذا R وهذا R وهذا R هاي إذا سميناها بM العفوف وهذا أكيد R ناقص M نفس الشيء من المثلثات وما راح أشرح لكم الاشتقاق وكل عبارة عن تشابه مثلثات وتعوض قيمة بدل الأخرى لأن أنت تريد توصل إلى نتيجة نهائية هي معادلة تصفيها بدلالة M حتى تحسب قيمة M اللازمة اللي هي قلنا شنو هي M المسافة من نقطة C اللي هي واقعة على Center Line للممر الداخلي لل Inside Lane إلى العارض Obstraction هذا اللي هو بناية فارضينا إحنا وكأنه جدار بناية أو حافة بناية حتى نحقق خط نظر لسائق المركبة يقر لمسافة رؤية Side Distance آمنة فM تساوي L اللي هو طول القوس الدائري على 2S ناقص L الS هي مسافة الرؤية والL طول القوس الدائري على 8R لاحظوا 2 هن بالقانون 2 هن على 8R الفرق فقط بالبسط هناك تشون استربيع هنا L في 2S ناقص L هاي القانونين للحالة ين هي اللي راح تعتمد عليها بالحل سنشوف المثال بالمثال قال لك A horizontal curve is being designed for a new two-lane highway إذا صممنا طريق أو العفو قوس دائري لطريق من تولين من ممرين The design speed السرعة التصميمية كانت 105 The maximum super elevation point 08 إذن هاي قيمة E small اللي أخذناها سابقاً اللي هي التعلية المناسبة أو يسموها بالانجليزي super elevation واللي هي تمثل تان الزاوية اللي تمثل ميلان الحرفة الخارجية عن الحرفة الداخلية للطريق بالقوس الدائري point 08 متر لكل متر إذن هنا بما أنه متر لكل متر يعني هي بدون وحدات لكن هي متر لكل متر بمعنى هي slope أو ميل أو ظل الزاوية is to be used if the central angle of the curve إذن هاي دلتا الزاوية اللي هي دلتا الزاوية المركزية من مركز القوس الدائري هي 35 درجة calculate the offset from the center line هاي المسافة M اسمها الoffset from the center line of the inside lane to the opposite direction إلى العارض if the side distance is 150 متر إذا كانت مسافة الرؤية هي 150 متر هسا احنا مبدئيا جاي يشوفون بالسؤال ما عدنا طول القوس إذن إحنا ما نعرف هل إن المسافة الرؤية أكبر من طول القوس أو مسافة الرؤية أقل من طول القوس فإذن لازم ندرس الحالتين بعد المسألة الثانية اللي بالسؤال إنه إحنا ما عدنا مقدار نصف قطر القوس الدائري لأن إحنا بهاي الحالة نحتاج نصف القطر وبهاي الحالة نحتاج نصف القطر لكن عدنا معلومات أخرى من طين السرعة التصميمية من طين السوبر إليفاشن هذا اللي ممكن أحسب من خلاله النصف القطر فرح نجي للحل إحنا عدنا القانون العام للسوبر إليفاشن هو E زائد F يساوي V سكوير السرعة التصميمية على 127 R R نصف قطر الطريق طيب إحنا F عدنا معلومة E ما عدنا عفو E عدنا F ما معلومة لكن إحنا اتفقنا إنه جدول معامل الاحتكاك حفظ فلما السرعة 105 فقيمة F تساوي 0.1067 طبعا أعتقد هو بالجدول ماكو 105 أكو 100 110 فإنت لازم تسوي interpolation بين القيمتين للسرعة التصميمية حتى تحسب قيمة F فقيمة F عرفناها من الجدول السابق اللي أخذناه موضوع السوبر إليفاشن قيمة E معلومة بالسؤال عوض عنهن E.08 F.1067 يساوي سرعة تصميمية 105 تربيع على 127 R المجهول الوحيد بهذه المعادلة هو R يطلع 464.9 يعني 465 متر نصف القطر 465 متر زين هس إحنا بما إنه بما إنه عرفنا قيمة R لو ما عدنا الزاوية الداخلية هاي الخمسة وثلاثين درجة فالمفروض أنا أروح يعني أدرس الحالتين S أقل من L S أكبر من L بسبب أنه أنا عندي بالسؤال الزاوية الداخلية هذا السؤال فاش راح نسوي نحسب قيمة طول القوس الدائري لأنه احنا قيمة طول القوس الدائري بالمحاضرات السابقة يساوي دلتا في باي في R على 180 بما إنه دلتا معلومة نحسب طول القوس يطلع تقريبا 284 متر أكيد 284 متر هي أكبر من 150 متر إذن هذا الحالة اللي هي S أقل من L فلما S أقل من L فإن M كابتل راح تساوي S تربيع على ثمانية R وتساوي 6 متر هي أقل مسافة لازم تتوفر بين أقرب بناية أو شجرة إلى الحافد إلى مركز الإنسايد لين الممر الداخلي حتى هيحقق كافية في هذا القوس الدائر وعافحة طلاب خير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ناخذ الحضور نسخل نخطط الورقة ونكمل بالvertecal alignment طبعا نحن بالvertecal alignment يعني كتصميم مقارنة بالشيء اللي أخذناه بالhorizontal alignment هو أقل وأبسط من الhorizontal alignment لكن نحن أيضا راح ندرس حالة بالvertecal alignment لأنها أكثر أهمية من الhorizontal alignment ليش؟ لأن أنت على سبيل المثال من جاي تصعد إلى منحني رأسي أو عمودي فأنت قاعد يشوف بس التبليط في بداية صعودك للمنحني ثم بعد شوية تبدو تتضح الرؤية تتضح الرؤية إذا تفاجأت فتعارب فالشخص واقف على الطريق سيارة متعطلة على الطريق تفاجأت بيها قد يكون ما راح تلحق تتوقف أو تبتعد عن مسارها حتى تتجنب حدوث حادث لهذا يكون من المهم جدا دراسة والباسنك سايد دستنس والباسنك سايد دستنس بالمنحنيات العمودية طيب لو كان منحني عمودي بالعكس مو صعود وإنما مقوّس نحو الأسفل واللي هو يعني ما أعتقد إحنا شايفين في مناطقنا الجنوبية وسط جنوب العراق باعتبارها أراضي منبسطة فما أصور شايفين منحني عمودي من النوع اللي هو مقوّس نحو الأسفل مثل هذا يعني هس إحنا هذا مقوّس نحو الأعلى يسمونه كريست أو سمت بعض الكتب السميه سمت كيرف وطبعا معادلتها برابلة وهذا الخط المستقيم تصاعدي فإذن ننطيه positive negative gradient ميل سالب هذا اللي هو الساق كيرف واللي هو أيضا معادلت برابلة ساق أو فالي يسموه بعض الكتب يسموه فالي كيرف هذا من تنزل المركبة صحيح أنت قع راح تقول بس هنا مدى الرؤية متاح لسائق المركبة يقدر يشوف كل شيء أمامه صحيح مدى الرؤية متاح لسائق المركبة ويقدر يشوف كل شيء أمامه بس بالليل الإنارة المركبة بما أنه هي خط مستقيم يطلع من المركبة باتجاه الطريق بشكل خط مستقيم ما يلبزاوية معينة حتى يضرب على الطريق يعني مو عدل أفقي أمامك وغلبكم اللي يسوقون شايفين بالليل الإنارة تضرب أمامك بالشارع فبهذا الفالي كيرف راح يصير إنارة المركبة جدا قريبة من المركبة وبالتالي قد يكون أنت كل شيء ما قاعد يشوف فقط المسافة اللي هي منارة بلايثات المركبة لهذا أيضا دراسة بالفالي كيرف مهمة جدا باعتبار مسألة إنارة المركبة بالليل طيب شنو هو الفيرتكال ألاينمنت إنه هنا عندنا إحنا مثل ما شرحنا بالمحاضرات المنحنيات الأفقية قلنا الطريق هو عبارة عن خطوط مستقيمة تربط فيما بينها تربطها فيما بينها أقواس دائرية أفقية أيضا هو الطريق إذا جئت تباوعها بشكل عمودي راح تشاقولي يعني راح تشوفه عبارة عن خطوط مستقيمة تربط فيما بينها أقواس عمودية الخطوط المستقيم نسميه gradient والقوس العمودي هو عبارة عن معادلة برابولة أو مشتق من معادلة برابولة بالحقيقة إلى قوانين راح ناخدها هي مشتقة من معادلة البرابولة معادلة البرابولة اللي هي ويساوي أي إكستر بيع أعتقد طبعا المنحنيات العمودية يعني تتحكم بيها بشكل رئيسي طبغرافية المنطقة بالأراضي المنبسطة أنت ما تحتاج المنحنيات العمودية فقط بالجسور والمجسرات بالمناطق اللي هي تلال أو مرتفعات تحتاج بيها المنحنيات العمودية بشكل كبير راح نسمي الخطوط المستقيمة هاي لقريت فهذا قريد هذا قريد إذن هذا تانجنت قريد هذا تانجنت قريد هذا بوزاتيف هذا نيجاتيف على سبيل المثال هسا هذا نيجاتيف هذا بوزاتيف طبعا موضة ضرورة إذا كان عندي بوزاتيف لازم يكون عندي نيجاتيف حتى يصير عندي منحني عمودي ممكن يكون أيضا بوزاتيف بس بميل أقل من الميل الأصلي فنحتاج نربط فيما بينهن بمنحني عمودي ممكن ثمينهن نيجاتيف مع اختلاف الميل فنحتاج نربط فيما بينهن بمنحني عمودي ممكن هنا قريد بوزاتيف ثم أفقي قريد صفر أيضا نحتاج نربط فيما بينهن بمنحني عمودي ميلان هذني ميلان هذا خاصة البوزاتيف اللي هو المركبة جاي تصعد به ما يلانا من المهم جدا أن يكون إلى حدود معينة ليش لأن يأثر على سرعة المركبات المركبة تبدأ تتباطئ بالتدريج أثناء صعودها فدمرتفع معين فإذا كان ميل هذا المرتفع يعني ستيب عالي جدا الميل راح تتناقص السرعة بشكل كبير ممكن تتوقف خاصة بالمركبات الكبيرة تراكتر، تريلر، الباصات المركبات الكبيرة التي أوزانها تكون ثقيلة عملية صعودها للمنحنيات تأثر بشكل كبير على سرعتها هذا الجدول ينطيك الميول المسموحة حتى لا تأثر هي بالحقيقة أي ميل يأثر على سرعة المركبة لكن هنا تأثيرها يكون غير محسوس إذا التزمنا بهذه الأرقام إذا زاد الميل عن هذه الأرقام راح يكون تأثير الميل على سرعة المركبة محسوس وذو تأثير واضح فبالطريق اللي هو خاص بالمركبات الصغيرة الميل المسموح بيه هو ثلاثة بالمية يعني كل مئة متر ترتفع ثلاثة متر بالـ فبالطريق اللي هو يستخدم لكل أنواع المركبات دراجات، سيارات، شاحنات، باصات فممكن وبما أنه يعني من ممرين فممكن نسمح بميل حد أربعة بالمية، يعني كل مئة متر يرتفع أربعة متر إذا كان سنجل كاريجوي من ممر واحد باعتبار السنجل كاريجوي ما راح يصير به محاولة اجتياز ما راح يصير به توقفات لأنه أنت ما تقدر تتوقف راح تسد الطريق على كل اللي خلفك فهنا ممكن أن نصعد بالميل إلى ستة بالمية يعني كل مئة متر يرتفع الطريق بمقدار ستة متر لكن إذا فرضت عليك الطبغرافية المنطقة يعني قال لك هنا بالمرتفعات الصعبة اللي هي ما تقدر تحفر بها بسؤولة يعني تحتاج تفجير، تحتاج آليات خاصة يعني معناها تكلفة عالية ممكن يعني تزيد عليه هذا الجدول إلى حدود معينة فمثلا هذا ممكن يصير أربعة بالمية هذا ممكن يصير ثمانية بالمية كحد أقصى طبعا هنا وقال لك أنه إحنا عدنا حتى عدنا ميل طولي لازم يكون لا يقل عن نصب المية هذا الفائل الغرض من عنده هو تصريف مياه الأمطار طيب إذا أنا عندي نصب المية يعني كل مئة متر نرتفع نصب متر يعني كل كيلومتر راح نرتفع خمس مترات يعني أنا إذا أريد طريق طولي طلاب هذا سؤال موجه لكم وأنا أحتاج به نصب المية ميل على موت تصريف الأمطار فإحنا قلنا إذا كل كيلومتر راح نرتفع خمس مترات طيب كل مية كيلومتر راح نرتفع أين طلاب عشا متر دكتور علي شلون عشرة كل كيلومتر راح نرتفع خمس مترات كل ميت كيلومتر اجقد خمسين خمسين رحم الله والدي خوش منا البغداد ستمية كيلومتر اجقد راح نرتفع خمسة في ستين خمسة في ستة في ستة آفو في ستة شقد يعني ثلاثين ثلاثين زين صحيح أنه أنا أسوي شارع مايل باتجاه بغداد ارتفاع أمام بغداد إلى البصرة ثلاثين متر لا إذن شنو نسوي قص لا ماكو قص نحن جاي نحكي على تصريح مياه الأمطار إذن أنا ممكن مثلا أول خمسمائة متر أخلي الطريق جاي يرتفع ثاني خمسمائة متر أخلي الطريق جاي ينخفض حتى يعوض للارتفاع اللي صار بالخمسمائة متر الأولى ثالث خمسمائة متر أرجع أخلي الطريق جاي يرتفع وهكذا بحيث الطريق يصير عبارة عن مرتفعات أنت ما حاس به لأنه مقدار الارتفاع قليل جدا خمسمائة يرتفع خمسمائة ينخفض فيصير طريق متموج بالحقيقة هو لكن سائق المركبة ما يحس بي متموج لأنه مقدار الارتفاع والانخفاض فليل هاي الارتفاع والانخفاض يسبب لأنه مياه الأمطار راح تصرف باتجاه المنطقة المنخفضة والمنطقة المنخفضة لازم أخلي بها يا إما أقلي يصرف مياه الأمطار يا إما قناز غير هاي اللي شرحناها من شرحنا مكونات الطريق القنوات الصغيرة اللي على جانبي الطريق حتى تصرف مياه الأمطار وضحة الفكرة نعم خير إن شاء الله هس نجي إلى تصميم طبعا هنا تصميم المنحني العمودي هو ما بي تفاصيل مثل تصميم المنحني الأفقي ما بي نصف قطر لأنه معادلة برابلة والبرابلة ما بيها نصف قطر بي فقط أنه إحنا راح نستنتج الستيشن محطات point of vertical curve هاي كنا نسميها بالأفقي pc هنا راح نصير pvc باعتبار الـ v ترمز إلى vertical هذي كانت pi راح نصير pvi point of vertical intersection هاي point of vertical tangent هاي هذا نسميه t1 وهذا t2 راح يصير اسمه g1 و g2 على اعتبار grade 1 وgrade 2 فإحنا تصميمنا للمنحني العمودي في أغلب المسائل هو عبارة عن إيجاد هاي المحطة وهاي المحطة وهاي المحطة بالإضافة إلى طول المنحني والمسافة هاي e اللي هي تمثل المسافة من نقطة تقاطع المماسين إلى نقطة منتصف المنحني العمودي هاي هاي المسافة e small طبعا هذي الـ e small ميز بينها وبين e small اللي هي super elevation يعني هو ما عرف كان المفروض نختار له فتح حرف آخر بس بعد ما عرف ليش صار تشابه بالأحرف بس أنت لازم تميز بينها وبين super elevation وهاي الـ m capital أيضا ميز بينها وبين الـ m capital اللي أخذناها هنا هاي نقطة من فرضيات المنحني العمودي إنه هاي نقطة تقاطع المماسين g1 و g2 تنصف المنحني العمودي تماما فإذا هنا عدنا l على 2 وهنا عدنا l على 2 إذا كان هذا l هو طول المنحني العمودي هاي راح تقول هذا الخط مستقيم لكن هذا منحني نعم احنا بأغلب فرضياتنا بتصميم الطرق بالمنحنيات الوفقية والعمودية فرضنا إنه المنحني قريب جدا من الوتر بالمنحنيات الشاقولية خاصة طول المنحني الشاقولي جدا قريب من طول الوتر اللي يمثله ليش لأنه هذا مقدار الارتفاع أصلا قليل وهاي معادلة برابلة وليست قوس دائرة لأن لو كان قوس دائرة كان صار هذا شكل القوس بالتالي يصير أطول من الوتر بقليل لكن هنا أطول من الوتر يعني بشي قليل جدا فنقدر نقربه إلى طول الوتر فإذن هذا طول القوس هو l هذا l على 2 هذا l على 2 هاي شنو المسافة x وشنو هاي المسافة y هس راح نشوفها لكن هاي x إذا عرفنا هاي المحطة محطة بداية القوس العمودي فإذا قلنا أريد إش قد مقدار الارتفاع اللي راح يرتفعه القوس عن ارتفاع نقطة بداية الطريق مثلا كل خمسين متر فإذا x خمسين بعدين نصير x مية بعدين نصير x مية وخمسين ميتين وهكذا نحسب قيمة y نطرحها من ارتفاع القريد نحصل على ارتفاع القوس لكن احنا يعني مترتبة المسألة بقوانين مباشرة بس تواني طلاب خل اشوف هاي رسالة جاتنا نرجع المو فهاي كلها المهم أنت يعني يا ريتل وطابعين المحاضرة وتباوع للرسمة أثناء قراءتنا للقوانين هسا عندنا فتشي طبعا احنا مش تبقين قلنا المعادلات القوس الدائري العمودي من من معادلة البرابول اللي هي أصلا وي يساوي اي اكس تربية هذي الار هاي تشوفوها هاي هي عبارة عن عار سمول بس مرات بالطباعة بالورد من تكتب عارة وتنقص بيس بار يحولها هاي الار اللي هي كأنما تريد مارك يعني أو ريكورديد مارك فما منتبه لها الظاهر دكتور وسام هاي عار كابتال اللي داخل دائرة هي عار سمول هاي واللي هي شو تمثل؟ تمثل الغريد change percent per station of curve length يعني التغير في الميل ميل المماس العمودي طبعا كنسبة مئوية لكل محطة من محطات المنحني فاش راح يساوي؟ G2 ناقص G1 على L نرجع للرسم G2 هي ميل المماس الثاني ناقص G1 ميل المماس الأول على L هو طول القوس بس أول شي تحطه بنظر اعتبارك أنه G2 و G1 مع إشاراتهم يعني لو كان G2 سالب و G1 موجب فراح يصير سالب مثلا 0.1 سالب 0.2 على سبيل المثال يساوي سالب 0.3 يعني بالنسبة لG2 و G1 مع إشاراتهم ال-L مو الطول بوحدات متر لأنه قايل لك هنا بير ستيشن ال-L بوحدات 100 متر يعني إذا كان طول القوس 200 متر L2 طول القوس 500 متر إذن L تساوي 5 وهكذا فهنا قايل لك مثلا إذا كان L طول القوس 700 متر إذن L تساوي 7 إذا كان G1 2.4% و G2 سالب 1.4% فإن R راح تساوي سالب 1.4 سالب 2.4 على سبعة وتساوي سالب 0.5% في رستيشن فهاي هي ال-R ال-R هي المفتاح في حل مسائل المنحنيات العمودية هسه راح نجي شنو عدنا بعد ال-X of tangent of Tb يساوي ناقص G1 على R شنو هو ال-X Tb ال-X Tb هي المسافة is the turning point Tb هي turning point اللي هي شنو تمثل نقطة انقلاب القوس يعني أنت القوس عندك يبدي تصاعدي كل قوس إذا تذكرون بالرياضيات كل قوس بحالتين مثلا قوس تصاعدي ثم ينقلب يتحول إلى تنازلي أو تنازلي وينقلب يتحول إلى تصاعدي بالرياضيات كانوا يسموها inflection point inflection point ما عرف ليش بالطرق مسمينها turning point فهي المسافة X من بداية القوس إلى نقطة الانقلاب هذا قانون هتساوي ناقص G1 على R the middle ordinate distance هاي the e small اللي موجودة بالرسم نسمينها middle ordinate distance راح تساوي G1 ناقص G2 في L على ثمانية G1 ناقص G2 في L على ثمانية زين عندك المسافة Y X يعني المسافة Y لكل مسافة X أنت تختارها راح تساوي Y1 زايدا G1 في X زايدا R في X تربيح على ثمانية هاي على طول المنحني العموم Y1 the elevation of PVC the last term of the equation R is the vertical offset from the curve from a point on the tangent to the curve at a distance X هس هاي القوانين اللي تحتاج تحفظها راح تشوفها بالمثال يمكن شوي تبدي تتوح هس عدنا مثال طبعا انت حتى تفهم المثال ياريت له الرسم أمامك يعني المشكلة ما عرف إذا أنتوا ساحبينها لو لا اللي عنده مثلا جهازين تليفون و آيباد يقدر يفتح الرسم بجهاز ويشوف الأرقام وياه بجهاز آخر أعلى منسوب كان بنقطة بالمحطة خمستالاف ومئتين يعني بعد ستمائة متر كان المنسوب خمسطعش بوينت ثمانية أربعة متر طيب the elevation of ستالاف بالمحطة ستالاف يعني بعد ثمانمائة متر من هذا كان المنسوب أيضا خمسطعش بوينت ثمانية أربعة يعني الطريق كان من المحطة أربعة تالاف وستمائة إلى خمست تالاف ومئتين كان يعني ما ألقع تصاعدي ثم من المحطة خمست تالاف ومئتين إلى المحطة ستة تالاف الطريق أفقي ما صار بأي تغير بالمنسوب for the design speed of 100 كيلومتر إذا كنا يعني أخذ السرعة التصميمية 100 كيلومتر بالساعة وطول أفرض أنه طول المنحني 500 متر فجد المطلوب إيجاد موقع PVC موقع PVT منسوب PVC منسوب PVT ثم منسوب الطريق على كل خمسين متر كل خمسين متر هل أن الطريق is the length of the curve sufficient for passing side distance هل أن الطريق كافي طول المنحني العفو كافي للpassing side distance لو لا فهنا أول شي أنت G1 وG2 ما معلومة عندك بالسؤال لكن أكو بيانات تقدر تعتمد عليها وتحسب مقدار G1 وG2 أولا أنت تحتاج تعرف طبعا أحنا أول مرة أنا أفضل أن تبدي بالخطوة بي اللي هي حساب G1 وG2 جب أولا جب أولا ما من أولا خطوة ومائل أي خط مستقيم يساوي الفرق بين منسوب بين نقطة بداية ونهاية الخط المستقيم على الفرق بين موقع نقطة بداية ونهاية المستقيم على الـ X-axis فالـ X-axis سيكون الـ Stationات والـ Y-axis هو المناسب يعني هذه هي Y2-Y1 هي الفرق بالـ Y-axis بين بداية ونهاية الخط المستقيم والـ X2-X1 هي الـ X-axis بين بداية ونهاية الخط المستقيم حتى نحسب ميلة هذن يرح يكون الـ Stationات وذن يرح يكون المناسب فمثلا الجزء الأول G1 رح يساوي 15.84 ناقص 3.84 هذا فرق المنسوب على فرق المحطات 5200 ناقص 4600 ويساوي 0.02 أي بمعنى 2% موجب تصاعدي طيب الجزء الثاني من الطريق G2 فرق المناسب هذا أكيد رح يكون صفر على فرق المسافة 6000 ناقص 5200 فصفر على 800 يساوي 0 بمعنى G2 هو 0% يعني هذا أيضا رقم يعني أنت لازم تحسبه وخلاص تعرف أنه G2 يساوي 0% زين هسا نجي بعد أن نحسب نجي 1 وG2 أنا بإمكاني أعرف موقع الـ PVC والـ PVT بما أنه عندي طول القوس عندي طول القوس ليش؟ نقطة التقاء الـ PVI هاي في الرسم هاي نقطة التقاء الـ PVI إذا عندي موقعها ستيشنها فإذا أطرح منها 250 متر أحصل ستيشن PVC أضيف لها 250 متر أحصل ستيشن PVT 250 متر هي نصف الـ 500 اللي هي طول القوس طيب الـ PVI عندي نعم عندي من منطق السؤال إذا ترجع لمنطق السؤال باوعلة وين تغير عندك الميل؟ تغير عندك الميل بالمحطة 5200 بالمحطة 5200 وصلنا إلى 15.84 ثم تحول الطريق إلى أفقي بدأ ما يزيد الميل إذن المحطة 5200 هي تمثل الـ PVI بهذا السؤال فإذن نرجع إذن راح يصير عندي الـ PVC هو PVI ناقص L على 2 ويساوي 5200 ناقص 250 يطلع المحطة 4950 الـ PVT راح يساوي PVI زائد L على 2 ويساوي 5200 زائد 250 ويساوي المحطة 5450 إذن هسا وجدنا أول مطلب اللي هو PVC PVT بعد أريد منسوبهم حتى أعرف منسوبهم أحتاج أولا الميول ثانيا أحتاج أعرف منسوب PVI أحتاج أعرف منسوب PVI حتى أطرح فرق المنسوب بينه وبين PVC فأجد PVC أطرح فرق المنسوب بينه وبين PVT فأجد PVT طبعا PVI و PVT أكيد مساويات بالمنسوب لكن PVI و PVC غير مساويات فوجدنا G1 و G2 طيب بنفس الوقت أنا عندي G1 و G2 ثنين هن ممكن أحسبهن من قارول ثاني اللي هو شنو Elevation of PI ناقص Elevation of PC هذا بالنسبة al G1 على Station of PI ناقص Station of PVC و G2 Elevation of PVT ناقص Elevation of PI على Station of PVT ناقص Station of PVI يعني أنت بالنسبة al G1 و G2 عندك قانونيا لإيجادهن شوف يا قانوني خدمك بحل السؤال واستخدمه هذا القانون الأول وهذا القانون الثاني هسا احنا G1 و G2 حسبناهن فأجي أعوض قيمة G1 هنا عوضناها طيب أجي PVI منسوبها عندي معلوم بالسؤال مستعش بوينت ثمانية أربعة ناقص منسوب PVC احنا نريده نجي إلى Station of PVI عندي 5200 و Station of PVC أنا حسبته بالخطوة السابقة 4950 إذن صارت معادلة مجهول وحيد بها هو Elevation of PC PVC أحسبه وجدت عشرة متر بوينت ثمانية أربعة نجي إلى G2 اللي هو أصلا حسبناه هنا صفر G2 رح يساوي نفس الشي Elevation of PVT ناقص Elevation of PVI Elevation of PVT ما عندي Elevation of PVI معلوم على Station of PVT معلومة هنا حسبناها 5450 ناقص Station of PVI معلوم أصلا بالسؤال 5200 أعوض هن راح أجد أنه منسوب الـ PVT راح يساوي 15 متر وأربعة وثمانين سنتيم طبعا أكيد بما أنه الجزء الثاني من الطريق يعني مستقيم وليس مائل أفوقي العفو مو مستقيم أفوقي وليس مائل أكيد الـ PVT راح يكون منسوبها نفسه منسوب الـ PVI لكن إحنا أثبتناه من خلال القانون هذا هسا هذا المطلب الثاني طيب المطلب الثالث يريد المناسب كل 50 متر فهنا أولا أنا عندي Y يساوي R X تربيع على 2 زائد G1 X زائد Elevation of PVC R راح يساوي G2 ناقص G1 على L ويساوي G2 صفر G1 ثنيا فإذا ناقص 2 على L هنا L قلناه كل 100 متر نعتبرها 1 فهو 500 فيصير على 5 ويساوي ناقص 0.4% إذن Y راح يساوي نعوضهن ناقص 0.2 إنه ناقص 0.4 على 2 ناقص 0.2 X تربيع زائد 2 G1 2 X زائد منسوب الـ PVC 10.84 10.84 الـ X بـ 1.5 وهكذا إلى أن أوصل إلى 4.5 اللي هي تمثلي 450 متر بعد ما أحتاج 500 لأن 500 إحنا حاسبين ها هي PVT واضح الفكرة طلاب خاصة هاي مسألة الطول كل 100 متر تعتبر 1 في X راح تكون مثلا 1 2 3 إذا قلنا لك يحسب كل 100 متر راح تكون 0.5 1 1 1 1 1 إذا قلنا لك يحسب كل 50 متر وهكذا الفرع الأخير D هل أن المسافة القوس يوفر لمسافة الرؤية فالجواب نعم ليش لأن الطول 500 متر هو طول كبير جدا وأكيد يكون كافي لمسافة رؤية أو مسافة التوقف آمن ما ما كو سؤال لحد هنا دكتور نعم دكتور بس ال-Y3 وال-Y4 قلت ليش ما حسبتهم يعني بس عوضي عن X مرة 150 مرة 200 250 300 350 400 وحسب بأنت اشقد مقدار Y3 Y4 Y5 Y6 ما عرف اشقد عدد هن يعني 500 قسمها كل 50 كل 50 هو بالسؤال قايا الجد قيمة Y كل 50 متر تمام دكتور فاحنا الفكرة انه ال-50 راح تكون نص باعتبار الميت متر هي واحد والقانون ثابت يعني ما يتغير بالجزء الثاني من الطريق هس هنا راح ناخذ حالات ال-passing وال-stopping side distance اذا كانت اقل او اكبر من طول القوس العمودي المنحني العمودي عفو هل تتحقق لو ما تتحقق فهنا عندنا المسميات اللي راح تحتاج تفهمها هي شنو ال-L هي طول القوس ال-L ال-H1 هو ارتفاع عين سائق المركبة H1 ارتفاع يعني خط نظر سائق المركبة طبعا H1 يختلف من مركبة الى اخرى يعني اللي عنده برادو فتقريبا خلينا نقول ارتفاع عينه بحدود 1.6 متر عن الشارع اللي عنده تريل ارتفاع عينه بحدود متر 2 وشوية عن الشارع اللي عنده سائبة ارتفاع عينه تقريبا 80 سنتيم عن الشارع بس أكو يعني شيء ستندر لهذا الرقم H1 H2 هو ارتفاع الابجكت اللي ريد يعني السائق المركبة يشوفه لمن يقرر يتوقف أو يجتاز فشقد ارتفاع H2 عادة ياخذون H2 أقل من H1 H2 أعتقد ياخذون عادة 0.6 متر هس راح تبين عدنا أثناء الشرح و H1 ارتفاع سائق المركبة أعتقد 1.05 متر هاي القيم النموذجية لكن ممكن تجيك بالسؤال قيم أخرى لH1 و H2 زين بعد شنو عدنا عدنا شي اسم A اللي هي تمثل زاوية الطريق العمودي اللي هي G1 ناقص G2 بس كقيمة مطلقة يعني أنا صحيح داخل الخط ذني لمثلا القيمة المطلقة مع إشارته لكن إذا طلع النتيجة سالب مثل ما حلينا بالسؤال السابق G1 ناقص G2 يطلع سالب 2 فهنا أخذ 2 مو سالب 2 إذن A كابتل راح يكون 2 يعني لو أخذنا نفس الأرقام للسؤال السابق هس هاية بالنسبة للمسميات لكن إحنا بالمنحنيات العمودية رغم أنه عندنا حالتين L أقل من S أو L أكبر من S بس هم عندنا حالتين رئيسية هل إن المنحني Crest Vertical لو Sag Vertical Curve هذا هو شكل Crest وهذا شكل Sag فإذا كان Crest Vertical منحني عمودي يعني متصاعد ذو قمة وذو قعر فالقانون هو L طول المنحني الأفقي الحد الأدنى العمودي عفو طول المنحني العمودي الحد الأدنى إلى حتى يحقق لي مسافة الرؤية S هو هذا القانون إذا فرضنا أنه L أكبر من S طيب إذا فرضنا أقل من S هذا القانون اللي ينطيني طول المنحني العمودي الحد الأدنى إلى حتى يحقق لي مسافة رؤية آمنة لسائق المركبة H1 قلنا ارتفاع عين سائق المركبة H2 ارتفاع العارض اللي احنا بصدد والأي قلنا هي عبارة عن القيمة المطلقة لG1 ناقص G2 وG1 ميل ال grade 1 وG2 ميل grade 2 هاية المية هاية بالقانون يعني يقول لك هي لأنه قيمة A راح تطلع مثلا 2 بس هي بالحقيقة 2 بالمية فهي حتى تعويض للنسبة المئوية اللي احنا اهملناها بحساب G1 وG2 تاي بيكالي هاي منطيك القيم تاي بيكالي اللي هي عادة في شكل نموذج ناخد قيمة H1 1.08 متر و H2 0.6 متر فهذن الرقمين تحفظهن في حال بالسؤال ما ذكرناهن إليك أنت تستخدم H1 1.08 و H2 0.6 هذا شكل المنحن السمت شوف هاي حالة S أكبر من L هذا H1 وهي H2 هذا العارض اللي نريد نشتازه أو نتوقف قبله وهذا H1 عين السائق المركبة هنا في حالة S أقل من L هذا H1 وهذا H2 وهي طبعا PVI هذا G1 هذا G2 يعني هسه في حالة الساق كير يعني اللي هو المنحني المقعر خلينا نسميه منحني المقعر ساق أو فالي كير يسموه اللي هو هذا شكل الرقم أربعة لاحظ هنا رسم لك هم هذا يمثل الخط الإنارة وهي الزاوية بيته نجي نشوف هنا هنا مساوية سابقا لو ارتفاع المصابيح منخفق جدا بالدعمية الأمامية نزلوه حتى شنو حتى تكون متقاربة جدا من هاي القوانين باعتبار أنه الطرق جاي تصمم على ارتفاع معين وبالتالي إذا المركبة إجت ارتفاع مصابيح مختلف فممكن ما راح تتحقق لمسافة الرؤية بسبب اختلاف موقع المصابيح بالمركبة فالأتش هي ارتفاع موقع المصابيح واللي عادة يأخذ بوينت ستة متر فإذا ما نطيناك إياه بالسؤال تاخذ بوينت ستة متر وإذا أعطيناك إياه بالسؤال الرقم اللي راح نطيك هو اللي راح تاخذه فعادة ارتفاع مصابيح المركبة هو بوينت ستة متر طيب زاوية المخروط المصابيح لأن مصابيح السيارة وكل المصابيح أي لايت بإيدك لايت تليفونك إذا الشغله هو عبارة عن مخروط القمة مالت هي مصدر الإضاءة وقاعدت هي الجدار اللي راح يصطدم به الإضاءة معناها أكو زاوية لهذا المخروط يسمي بيت فعادة تأخذ بيت للسيارات هي واحد درجة واحد درجة لأن إذا صنعوا لايت السيارة بزاوية أكبر من واحد درجة راح تشتت الإضاءة أو ما راح يستفاد منها سائق المركبة فعادة بيت تأخذ واحد درجة فهنا أيضا عندنا حالتي حتى نحسب قيمة L ونرجع نقول L قلنا هي شنو الحد الأدنى لطول القوس العمودي اللي يحقق لمسافة من S فهذا القانون يعتمد على بيت و H و S طبعا حتى نحسب قيمة L إذا فرضنا أنه L أقل من S فهذا القانون اللي راح نستخدمه طبعا هو A والA ذكرناها سابقا هي G1 ناقص G2 بس كقيمة مطلقة و كرقم ما ناخذ كنسبة مئوية H بعد أضافة معادلة تمثل الحد الأدنى لطول المنحني العمودي H قالوا أنه L يساوي A في V سكوير على 395 فإذن أنت لازم تحسب L حسب مسافة الرؤية هو L من هذا القانون وتاخذ القيمة الأكبر من بياناتهم قانون ما إلى علاقة بال مسافة الرؤية ولا إلى علاقة بإنارة المركبة وإنما إلى علاقة براحة مستخدمي المنحني العمودي وخاصة بال بالساق كير بالمنحني المقعر لما تنزل المركبة ثم تبدأ تصعد راكب المركبة يحس بنفسه وكأنه بدول بالهور مع المدينة للعاب فينطي شعور بعدم الراحة فحتى ما يحس بهذا الشعور لازم نحسب طول المنحني من هاي المعادلة هس هذا مثال توضيحي على فكرة حساب طول المنحني قايل لك إنه إذا عندك لازم يربط بين خطين مستقيمة الأول ميلة 3.5% موجب يعني قاعد تصعد المركبة طبعا هو قاعد تصعد المركبة باتجاه الذهاب يصير هو النزول باتجاه الإياب لكن أنت نفس الشي أنت صمم المنحني العمودي من جهة وحدة من جهتي الطريق وهو نفسه ينطبق على الجهة الثانية والميل الثاني هو ناقص أربعة يعني قاعد تنازلي المسافة الرؤية المطلوبة هي 300 متر يعني هاي الجملة إذا تقراحها يعني الجسم الخطر أو الشي اللي أنت تريد تتجنبه يعني إحنا مفترضين على التبليط معناها ما إلى ارتفاع يعني ارتفاع صفر إذن هاي صفر إذن ارتفاع عين سائق المركبة 1.05 مو 1.08 إذن H1 1.05 هي ذن محددهن إليك بالسؤال determine the length of the vertical curve that will satisfy the side distance required إذن جل طول الطريق اللي حقق لك مسافة الرؤية طبعا هنا طول الطريق ما معلوم إذن أنا مبدئيا ما أعرف هل إن S أكبر من L له S أقل من L نجي للمعطيات بالطريق منطيق H1 منطيق H2 منطيق S منطيق G1 منطيق G2 نحسب قيمة A كابتال اللي هي G1 ناقص G2 فإذن 3.5 ناقص 4 ناقص 3.5 ناقص 7.5 ناخذها كقيمة مطلقة 7.5 الحالة الأولى نفرض أنه L أكبر من S ونشوف فرضيتنا صح له خطأ فنفرض L أكبر من S إذن نحتاج هذا القانون القانون كل شيء معلوم بأي عدن حسبناها S معلومة بالسؤال 300 متر H1 معلومة بالسؤال و H2 أيضا معلومة بالسؤال بس جذر الصفر أشجد صفر بالله جذر صفر صفر أوكي أنا قلت خافي طلع يعني جذر الصفر ما لا نهاية أو طيمة مجهولة لا جذر الصفر صفر أوكي فكل شيء معلوم نحسب منها طول المنحني العمودي يطلع 3214 متر يعني إذا أنا فرضت أنه طول المنحني أكبر من S فلازم يكون طول المنحني 3 كيلومتر وشوية حتى يحقق لي مسافة الرؤية اللي هي 300 متر حاليا فرضيتي صحيحة أنا فرضت أنه الأكبر من S وطلع L أكبر من S بس أنا أروح عشيك فرضية L أقل من S وأشوف إذا جينا إلى فرضية هنا أكو L إذا جينا هنا فرضية إنه L أقل من S رح ناخذ القانون الثاني أيضا H1 معلوم H2 معلوم H1 1.05 H2 معلوم 0 أي معلومة 7.5 و S معلومة 300 متر طلع الطول الحد الأدنى المناسب هو 572 متر طيب هذا هذا معنى أنه فرضيتي هاي خطأ لأن أنا فرضت L أقل من S أسطلع أكبر من S إذن هاي الفرضية غير صحيحة إذن هاي الفرضية هي الصحيحة واضح طلاب إذن أنا أحتاج منحني بطول 3214 متر حتى يحقق لي مسافة رؤية آمنة مقدارها 300 متر لو منطيني بالسؤال السرعة التصميمية فالمفروض أتيك أيضا طول المنحني بهذه المعادلة فأتيك طول المنحني بهذه المعادلة أيضا لو أكو السرعة التصميمية بالسؤال واضح طلاب أكو سؤال عفو دكتور نعم إذا منطين السرعة التصميمية من أجي أتيك وير القانون اللي فوق الآن ناخد الأكبر ناخد الأكبر هس خليني نقول السرعة التصميمية 110 كيلومتر أوكي وياي هدي نعم نجي للقانون 110 تربيع في أي 7.5 تقسيم 395 يطلع طول القوس 230 متر وياي نعم 230 متر أكيد أقل بهواي من 3214 متر وإحنا قلنا 3214 هي الحد الأدنى اللي يحقق الأس فإذن أكيد 230 هي غير مناسبة ناخد 3214 ناخد الأكبر دائما من بين الأرقام يعني مو بين كل الأرقام لا من بين الفرضية الصحيحة وهذا القانون ناخد الرقم الأكبر نعم بعض طلاب دكتور نعم هدي لازم هنهن يعني نعم الفرضيتين لأي الله أكبر من أسماء وشوفين ياهي بيهن اللي تطلع صح وياهي تطلع خطأ تاخذين الفرضية الصح أي وانكو سؤال طلاب هاي هي ننهي المحاضرة أعتقد اليوم نعم وسامة تفضل القوانين ما تطرق كلهن حفظ نعم كلهن حفظ شكرا حياك الله وسامة أعتقد اليوم عندكم كوز يمكن مدة 3-4 واع الساعة مهيج نعم نعم إن شاء الله خير بالتوفيق نعم أطمل هاجر هاجر بالنسبة للحضور مساعة فضل عندي النت ماش ماش العفو دكتور فضل هل جلنا حضور لا أنا لقد خلت متأخر لن ما كان عندي نت على جد كلش مت